الجبهة الشمالية لإسرائيل الحدود مع لبنان شفنا تصريحات أكثر من مرة على لسان وزير الدفاع الإسرائيلي بأنه إذا دخل حزب الله الحرب فستتحول بيروت إلى غزة التي نشاهدها الآن حسابات حزب الله أو حسابات الجبهة اللبنانية شافها زافند يعني حتى الآن بعد مقارب الاربعين يوم حزب الله بيحاول كما يعني أعلم زعيمه أكثر من مرة أنه يعني بيحاول أن يثبت من ناحية أنه مع المقاومة وأنه يعني يدعم المقاومة في غزة وفي ذات الوقت ولدي حسابات براجمتية إذا دخل حزب الله المعركة لن تكون في مواجهة مع صراحة حقيقة ستكون مع أمريكا الأساطير الأمريكية الموجودة وهذه القوى العسكرية هي جاءت ليس فقط لسوريخ غزة ولنما جاءت للتعامل مع أي قوة أخرى في المنطقة تتعاون أو تدخل ضد إسرائيل وبالتالي حزب الله أولا هو بيقتمر بقوة إقليمية سيكون منصك معها ولن يتخذ أي قرار استراتيجي الأمر الثاني هو لو كانت تتخذ قرار بالدخول إن خرارات مباشرة في الحرب لتتخذها من اليوم الأول هو كما يعني بيعمل منوشات لكن المشكلة أن الأمور قد تخرج عن السيطرة بمعنى أن قواعد الاشتباك الآن بين أسرائي الحزب الله فكرة يعني رد سواريخ مقابل سواريخ أو يعني ضربة مقابل ضربة قد تخرج عن أمور السلطات وبالتالي إذا انفجرت الأمور في الجبهة الشمالية سيدفع السمن لبنان لأن لبنان طبعا نعرف أوضاعه الاقتصادية يعني تقريبا منهارة ولا تحمل أصلا أزمة جديدة أو حرب جديدة أو معركة جديدة وبالتالي ستكون هناك يعني رهان كبير ومجزافة كبيرة إذا اشتعلت الجبهة في لبنان الأمر الثاني أن منطقة الشرق الأوسط لا تتحمل حروب إقليمية وسعة لأن هذه المنطقة يعني في نظرة سريعة في آخر عشر سنوات أو 25 عاما هي الأكثر سخنة في العالم يعني لم تأخل فترة إلا فيها حرب رأينا حرب العراق ثم بعد ذلك ما يسمى حروب الربيع العربي أو صورات الربيع العربي وانهارت الدول العربية بكملها وانهارت الدولة الوطنية وظهر الإرهاب وتنظيمات إرهابية وتحولات المنطقة لسحل الصراعات والدخولات الإقليمية والاستقطاب العالمي وبالتالي كان السمن ماذا مزيد من الضمار مزيد من التخريب أكبر منطقة لتصدير المهاجرين واللاجئين في العالم الكل يالي خرج من الشرق الأوسط والأوروبا سهر فيها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية داعش وغيرها من التنظيمات نحن شايفين بالأمس ميليشيات الحوثيين وهم بيهددوا بأنهم حيبتدوا يوجهوا ضرباتهم للجانب الإسرائي نحن شايفين أطراف عما لا تدخل في الموضوع في محاولة للتصعيد العسكري وهذه الخطورة لماذا يعني دائما كنا نتزاق كلمة الرئيس السيسي كلامة مفتاحية دائما يعني دائما نركز عليها مفهوم الدولة الوطنية لماذا لأن في ظل غياب الدولة الوطنية وظهر ميليشيات هنا الخطورة لأن الأمور غير خارج السيطر هذه الميليشيات وذلك التنظيمات لديها حسابات خاصة لديها أجندات خاصة لديها ولاقة انتبات وطنية يعني الحسيين لا تنتمي إلى الأجندة الوطنية اليمنية وغيرها في المنشاة في العراق أو في سوريا أو في لبنان. هذه أجندات خاصة لقوة أخرى. وبالتالي هي مصلحتها أن تقود المنطقة الهوية إلى الصراع. وهذا ما نستفع التمن؟ الدول العربية. الشعوب العربية الدولة الوطنية. هذا ما شاهدناه فيه السنوات الماضية. وبالتالي خروج حرب غز عن السيطرة سيشعل المنطقة. المنطقة لم تتحمل حروب صراعات جديدة. يعني خرجت من الحروب الربيع العربي. وهذه التنظيمات. وهذه المنطقة. ثم جاءت سورات كورون. وبالتالي المنطقة في الوقت الذي فيه تبني مثلا مصر ودول القلب الصلب والسعودية. فكرة طيار الاعتدال والازدهار والتنمية والتعاون الاقتصادي. تأتي هذه الأزمة مرة أخرى لتحاول تعيق وتوقف هذا المصار. وبالتالي هنا في مقابل المصار الاعتدال الوسطية الاستقرار والسلام. الذي تقوده مصر ومع دول الخليج والمملكة العربية السعودية. هناك طيار آخر يريد أن يشعل المنطقة. يريد أن يشعل دائما الحروب. وبالتالي يستغل من حرب غزة. هناك مزايدات على القضية الفلسطينية من هذه الأطراف. وتدعي أنها توظفها لسلاحها. بينما هي تخدم أجندات خاصة. وبالتالي لن تتفع السمن. ولا تتقدم أي شيء للقضية الفلسطينية. بالعكس لا تقدم فعل حقيقي للقضية الفلسطينية.